السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازايكم عامليني اتمنى تكونوا خير وصحة وعافية ان شاء الله. فين الملفات المحزوفة? الملفات المحزوفة بتروح فين? الصور اللي انت بتمسحيها? الصور اللي انت بتمسحها? الفيديوهات وها كزا بتروح فين? او اي حاجتين. نتكلم مثلا عن الكمبيوتر الكمبيوتر عبارة عن الیکوات بتاعته اللي بتقراها الكمبيوتر او الكمبيوتر مصنم من هو إقراها اللي بتبقى عبارة عن 0-1 ولكن سورة لية مكونة من ملايين الاركام بس هي حاجة وحيدة هي 0-1 0-0-1-0 howl لحد ما بيكتمل الكود فتي بتبقى صورتيالكم الكمبيوتر اريها كده هو بيقراها كده في بقى في الكمبيوتر امرين حاجة اسمها Reed و حاجة اسمها Riot ريت دي اللي انت داخل علي المعرض وانت تشوف الصور والك Command charity وهكذا. يعني دي اسمها ريت انت بتشوف. ريت انك ممكن مسلا تمسح الصورة. ممكن مسلا تمسح الفيديو. وهكذا. طب الملفات المحزوفة بتجيبها ازاي هقولك ازاي بقى لما انت بتجي تمسح الصورة هي بتتمسح. بس الكود بتاعها موجود الكود بتاعها موجود. مش تتاج تعمل حاجة اسمها استعادت ملفات محزوفة. ساق في برنامج في برامج كده في تطبيقات كده كمان. استعاد ملفات مهزولة. فبتجيب لك الحاجات القديمة او الحاجات قصة لاتمساها. ليه? لان اكوادها موجودة. الزيرو واحد واحد دي بتبقى موجودة في الفولدر المعين اللي انت بتستعيد عليه. طب ايه اللي بيحصل للصورة بعد ما بتمسح? الصورة بعد تمسح بتبقى حاجة اسمها يعني اللي هي يعاد ترجمتها من اول. هي موجودة. بس لو انت عايز تحط مكانها مفيش مشكلة. الصورة موجودة هي. مسلا وليكن مساحة الصورة جيجا. والجهاز كله عبارة عن جيجا. فانت دلوقتي لو انت عايز تجي تحط الصور تاني مش هتعرف ليه? عشان الصورة دي موجودة. فلما بتيجي تمسح الصورة دي هي صورة مسحت اه بدام فيه مساحة فالصورة موجودة. لكن لو انت حطيت صور تانية الصورة خلاص اختفت. هي دي بقى الفكرة انك انت او انت وبالذات البنات بتبقى خايفة من الموضوع ده. لو انت مسا عايزة بيع موبايلك او انت مسا عايزة بقى. لو انت مسلا نصايح كده اللي انت عايزة يعني تبيع موبايلك. تروح عاملة ايه? الصور بتاعتك تنقليها بقى زي ما تنقليها في اي حتة او تمسحيها. تمام? وتروحي دخلها على جوجل كروم او اي حاجة على متصفح جوجل ولا اي حاجة وتروحي كدمة مسلا صور للطبيعة. وتنزلي صور كتير صور كتير صور كتير صور كتير. وانا حاول احط لكم لينكات اللي هي تنزلوا آآ يعني ايه صور كده مسلا تبقى عبارة عن جيجا ولا حاجة بحيث انت تنزليها الموبايل. زي ما انا قلت لك. الصور اللي انت مسحتيها موجودة. ما بتتحركش. فلازم عشان تتمسح خالص اللي بيحصل. يتحط مكانها صور. الصور بتاعتك عبارة عن اكواد اسمها هي موجودة دي اللي هي يعاد ترجمت او يعاد كتابتها من اول وجديد. بس هي موجودة. بدم فيه مساحة. والصور دي الاكواد بتاعتها وقت مساحتها. اول ما انت بتحط صور تاني. او اول ما انت بتحط الصور تاني. الصور الاديمة بتختفي خواه. فايلي بيحصل انت او انتي عايزة تعمله حاجات جديدة. عايزة تعمله. او انتو خايفين من الموبايل مسلا يتصرب من عليه صور او اي حاجة او النوع حد يبتزك او اي حاجة. تروح مسلا داخلا منزله صور كتير. منزله فيديوهاد كتير. وتحطي على مبيلك. وبعد كده تعملي فورمات وبعد كده تنزلي صور جديدة وفيديوهات جديدة. وتروح وفيه طبعا فيه برامج طبعا السعادة المحزوفات عشان كده ودي سهلة جدا يعني انا انا واحد عادي خلص ممكن اعملها ده ما بالك بقى بتاع السيانة او بتاع الكمبيوتر اللي هو اسم ده شغلته فاللي انا بقوله لك اللي انت لو انت خايف ان فيه داتا او فيه اي حاجة تتصرب كل عليك ان انت تعمل موبايل فورمات او الجهاز فورمات وبعد كده تروح منازل صور مكان اللي انت مكان الفولدر اللي انت كنت حاضط فيه الفيديوهات او الصور بتاعتك وبعد كده تمسحها تاني او تمسك تعمل فورمات تاني الموبايل وهكزا العملية دي مرتين تلاتة كده الصور اختفت تماما مفيش حد هيقدر يتراك او يجيب الصور بتاعتك شكرا جدا لكم وما تنساش طبعا طبعا لدعمي تعمل لايك وتشترك معاه في القناة انا فعلا فعلا والله ابتعب والله اللي انا بجيب المعلومات دي لان فعلا خمسة تمامين في المئة من اللي بيتشوفوني دلوقتي ما بيعملوش لايك ولا ولا شير ولا عصلي ولا سبسكرايب فاتمنى بس تعملي سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو يعني لو بعد اذنك شكرا جدا ليكم وكان معكم محمد تحسيني من كناص الشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته